اشتركوا في القناة انا شخصيا بحسنا مكسوف من نفسي لان هي بتبين ازاي الكاهن او الخادم او الراعي او اي انسان عنده مسئولية في الكنيسة في مسئولية خدمة ازاي بتعامل مع كل الناس يعني معلمنا بولس كان بيتعامل مع شعب ازاي مع الناس اللي بيقابلهم ازاي شايفهم ازاي ايه هو شايفهم بأنهصورة ممكن طبعا يكون فيهم ناس صعبة وممكن ناس كويسة ناس مطيعة ناس مش مطيعة ممكن يكون يعني اختلاف طبعا النفوس واختلاف الناس واختلاف ردود الافعال حتى مع اللي بيخدمهم لكن تعالوا نشوف معلمنا بورس بيتكلم عليهم من ازاي بيقول ايه بيقول اذا يا اخوتي يبقى هو شايفهم كلهم ايه اخواته فدي حاجة جميلة قوي ان هو مش حاسس ان هو بيتكلم من فوق ان هم مثلا هو بيخدمهم فهو فوق وهم تحت لا احنا كلنا مع بعض احنا كلنا واحد يقول اول حاجة اذا يا ايه يا اخوتي وتاني حاجة بيقول الاحباء يعني هنا الناس اللي انا بيحبهم فعلا محبة حقيقية محبة انجيلية محبة نقية من القلب محبة فيها الكل زي بعض محبة فيها العطاء للكل محبة ما فيهاش اغراض شخصية ما فيهاش مواقف شخصية محبة فيها غفران وفيها تسامح وفيها نبتدي صفحة جديدة وفيها نصلي من اجل بعض وفيها نحتمل الكل فدي المحبة الجميلة من الراعي من الخادم لولاده او من الشعب اللي هو بيخدمهم فاول حاجة يقول لهم اذا يا اخوتي تاني حاجة الاحباء تالت حاجة يقول والمشتاق اليهم يعني شوف هو دايما عنده اشتياء انه يشوفهم وده بيبان اول ما يقابل اي حد فيهم بيبان في تعبيرات وشه في فرحه اما بيشوف حد يبقى مبسوط بيقدي ايه وطبعا كل انسان بيشعر اذا كان الخادم بيحبه فعلا ومشتاق ليه في اول ما بيتقابله بيشوف ازاي هو المقابلة بيقابله بيها ازاي فتعبير جميل اوي كلمة والمشتاق اليهم وبعدين ربح حاجة يقول يا سروري يعني انتو فرحتي فانا ما بشوفكو انا نفسي بفرح فكل ما بشوفكو واخدمكو انا كمان بفرح في فرح بيبقى حاجة جوايا تخيلوا معلمنا بولوس برضو في نفس الرسالة في فليبي لحظ ان في بعض الخدام او بعض الناس بتخدم بطريقة فيها نوع من يعني ايه كأنهم بيضايقوه هو يعني بطريقة مختلفة عنه وعاوزين الغزو فقال تعبير جميل او ايه جميلة اوي قال اولئك يعني عن تحذب واؤلئك عن اخلاص اللي بيخدموا عن تحذب دول اللي هما بيعتبروني انا مش تبعهم او مهم مش تبعي ظنين انهم يضيفون الى وصقي ضيقا يعني فاكرين انا وانا في السجن ومقايد في السجن ما اسمع عنهم بيخدموا بطريقة معينة انا اداي وهبقى مش مبسوط لا لا بهذا انا افرح ايضا يعني في كل الاحوال الفرحان طالما بيخدموا وبيشوفوا احتياجات الناس فانا مبسوط مش بالطريقة هما فاكرين انا بداي ان هما مش تابعين لي او مش يعني خضعين لي او مش في معايا في الخدمة لكن انا مبسوط ان كل الناس بتخدم بكل طريقة دي حاجة تفرحني فحاجة جميلة اوى انه بيقول النهاردة انه بيفرح بالناس وانا السبب فرحته فبيقول لهم اذا يا اخوتي الاحباء والمشتاق اليهم يا سروري يعني انتوا فرحتي اللي جاي بقى جميلة اوى كمان واكليلي يعني انتوا المجد بتاعي انتوا التاج بتاعي فانا اما باخدمكو انا بأشعر ان اخد نعمة كبيرة من ربنا وكل ما باخدمكو اكتر بحس ببركة كبيرة من ربنا وفي الاخر انتوا هتبقوا التاج بتاعي انتوا المجد بتاعي اللي انا بقى به قدام ربنا زي ما بقول معلمة بولوس في عبرانينها انا ذا والاولادة الذين اعطنيهم رب دول التاج بتاعي يا سروري واكليلي والوصية الوحيدة اللي بيطلبها معلمنا بولوس مش انهم يخضعوا لي او حتى يسمعوا كلامه ورغم ان ده هم بيعملون من واقع الحب الفياضة اللي قدموا ليهم هم كمان كانوا في طاعة كاملة ليه اهم حاجة بيهم اثبتوا هكذا في الرب ايها الاحباء اهم حاجة امسكوا في ربنا جامد اه دي اكتر حاجة بتشغلني اكتر حاجة انا مشغول بيها هليل ونهار كخادم ككاهن كراعي انه للناس اللي بخدمهم يبقوا ثابتين في ربنا جامد دي الحاجة اللي تفرحني وتريحني ودي الحاجة تبقى التاج بتاعي والاكل بتاعي فنظرة جميلة اولي كل الشعب من معلمنا بولوس ياريت كلنا يعني نتعلم منها كلنا خدام وخادمات في الكنيسة باختلاف يعني ردبتنا او اختلاف مسئولياتنا يبقى عندنا الاحساس الحلو ده تجاه الناس اللي بنخدمهم اذا يا اخوتي الاحباء والمشتاق اليهم يا سروري واكليلي اثبتوا هكذا في الرب ايها الاحباء لالهنا كل مجد وكرم للابد امين اشتركوا في القناة